بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين سينكسار اليوم التاسع والعشرين من شهر توتا المبارك تذكار الأعياد الثلاثة السيدية الكبرى سشهاد القديسة أربسيمة ومن معها سشهاد القديسة في برونيا رتبت الكنيسة أن تعيد في اليوم التاسع والعشرين من كل شهر قبطي بتذكار الأعياد السيدية الكبرى البشارة والميلاد والقيامة حيث يصل فيها بالطقس الفريحي مع بقاء القراءات كما هي بالقطمارس ولا يتم هذا الاحتفال في شهري طوبة وأمشير الذين يرمزان إلى الناموس والأنبياء ولأنهما يسبقان شهر برمهات الذي تمت فيه البشارة بميلاد الرب يسوع بركة هذه الأعياد فلتكم معنا آمين وفيها أيضا استشهدت القديسات العذارة ربسيمة وأغاثي أمها واثنتان وسبعون عذراء في أيام الملك ديقريديانوس رغب هذا الطاغية أن يتزوج أجمل فتاة فأرسل بعض معاونيه إلى جميع البلاد ليبحثوا له عن أجمل فتاة يقعوا نظرهم عليها فلما وصلوا إلى نواحي روما دخلوا بيتا للعذارة فوجدوا هذه القديسة أربسيمة ولم يكن من يماثلها في الجمال فرجعوا إلى الملك يصفونها له ففرح جدة وأرسل يدعو الملوك والرؤساء للاحتفال بالعرس فلما علمت أربسيمة والعذارة بذلك خرجنا من البيت وهن يتوسلن إلى السيد المسيح أن يعينهن ويحفظ بتوليتهن فذهبنا إلى بلاد إرمينيا في ولاية تريداتة الملك وأقمنا داخل معصرة في أحد البساتين الخربة وكانت واحدة منهن تصنع الزجاج وتبيعه وتحصل بثمنه على قوت لهن جميعا قلب ديقليديانوس أربسيمة فلم يجدها فبحث عنها كثيرا حتى عرف أنها في بلاد أرمينيا فأرسل إلى تريداتة لكي يبحث عنها ويعيدها إليه فلما وجدها تريداتة ورأى جمالها أراد أن يأخذها لنفسه فلم تمكنه من ذلك فأحضر لها أمها لكي تقنعها لكنها كانت تعضدها وتوصيها بأن لا تترك عريسها الحقيقي أرب يسوع المسيح فلما علم تريداتة بما فعلته أمها أمر بكسر أسنانها وقتلها أما أربسيمة فأمر بتعذيبها ثم بقطع رأسها فربطها الجند وقطعوا لسانها وقلعوا عينيها ثم قطعوها إربا إربا ثم أمر تريداتة بقتل بقية العذارة فقتلهن الجند بعد أن عذبوهن بعذابات أليمة فنلنا إكليل الشهادة بركة صلواتهن فلتكن معنا أمين وفيه أيضا من سنة 750 ميلادية في عهد البابا خائيل السادس والأربعين من بطاركة الكرسي المرقوسي وفي ولاية عبد الملك ابن ماروان الذي كان يضطهد المسيحيين هاجمه أبو العباس فهرب بجنوده إلى الوجه القبلي وأمرهم بهدم الكنائس والأديرة والقتل والسلب والنهب وكان هناك قرب أخميم دير للراهبات به ثلاثون راهبة فدخل إليه الجنود وبعدما نهبوه وجدوا بين الراهبات راهبة بارعة الجمال تدعى فيبرونيا فأرادوا أن يأخذوها ليقدموها هدية للسلطان فلما سمعت قولهم تقدمت إلى قائدهم وطلبت مهلة ودخلت إلى قلايتها وصلت إلى الله باكية طالبة الخلاص وسرعان ما خرجت إليهم بحيلة وتوسلت إليهم أن يتركوها لعبادتها مقابل جميل تسديه إليهم تعلمته من أسلافها وكان هذا الجميل زيتا تقتنيه إذا دهن به أي جزء من الجسم لا تعمل فيه السيوف ولكي تقنعهم دهنت عنقها بالزيت وطلبت من القائد أن يجعل أشجع جنوده يضربها بكل قوته بسيفه الحاد وما أنفع على ذلك حتى انفصل رأس العذراء العفيفة عن جسدها ونالت إكليل الشهادة أما الجند فاعتراهم خوف شديد وأسرعوا بمغادرة الدير بعد أن تركوا كل ما كانوا قد نهبوه فأخذت أخواتها الراهبات جسدها الطاهر وكفنوه ودفنوه بإكرام جزيل بركة صلواتها فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين دفنار اليوم التاسع والعشرين من شهر توت المبارك استشهاد القديسة إربسيمة وغباثة وغيرهما بالحقيقة عظيم هو مجد وكرامة هؤلاء العذارة والشهداء القديسة أربسيمة وبقية العذارة اللواتي تأهلن للشهادة وعددهن اثنتان وسبعون عذراء سفقنا دماءهن من أجل اسم المسيح كل من أراد أن يخدم الله فليغر على سيرتهن الملائكية لأنهن بالحقيقة احتقرن مجد هذا العالم الذي يزول بسرعة من يقدر أن ينطق بالنسكيات والجهادات التي صنعهن مختارة جدا هي عيشتهن النسكية ثم شهادتهن لأنهن بالحقيقة أحببن الصوم والصلوات والبتولية هذه بالحقيقة كانت شهوتهن أن يطلبن الوحدة والهدوء وبعد هذا دعاهن إلى وليمته السماوية وأن الملك المنافق قتلى كافتهن ونلنا الإكليل الذي للشهادة ودخلنا إلى فرح سيدهن وعيدنا معه في ملكوته بصلواتهن يا رب أنعم لنا بغفران خطايانا حقا عظيمة هي كرامة هؤلاء العذار الطاهرات وهن القديسة أربسيما والعذار اللواتي معها هؤلاء اللواتي تركنا عنهن المأكل وجفت ألسنتهن من الصوم والنسك الذي صنعنا وبهما أحرقنا قوة إبليس وتركنا عنهن الملذات ومجد هذا العالم من أجل المسيح ملكنا الذي أحببنه من كل قلوبهن ثم أنهن صرنا مع المسيح في كورة الأحياء وعيدنا معه في ملكوته الدائمة إلى الأبد لأن أصل الصبر هو الرجاء الذي أرشدهن حتى استحققنا هذه الكرامة العظيمة في ملكوت السماوات انظروا إلى هؤلاء الأخوات ألا إتبعنا مخلصنا وقبلنا عذابا عظيما من أجل اسمه الصالح حسنا أشرق لنا اليوم تذكاركن المكرم يا عرائس المسيح ربسيمة وإخوتها فلنسبح ونمجد جهادكن العجيب ونسكياتكن الحقيقية يا شهداء المسيح أطلبنا من الرب عنا ليغفرنا